بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين علشان عيد القيامة وعيد الفطر ورمضان كل سنة وطيبين في اواخره ودايما يا ربنا ينوننا ليلة القدر وندعي فيها ويستجيب لنا ان شاء الله اعيادنا زي ما انا دايما بقول اعيادنا مرتبطة بالاكل والطعام مش عارف ليه نفسي دائما ابدا يبقى اعيادنا مرتبطة بالبهجة بتاعتنا تبقى مش قاعدة نقعد مع بعض وناكل اكلات وكده لا نعمل رياضات نخرب برة نتفسح يعني المشكلة في الاكل اولا الكحك والبيتيفور والغريبة والحاجات اللي هي بتبقى موجودة في عيد الفطر زي ما انا قلت مشكلتها ان اكتر على مرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الكوليستيرول والدهون السلسي طب بالنسبة للمريد الكبد نيجي المريد الكبد بالذات اللي عنده دهون كبدية يعني في مرضى انتوا عارفين الدهون دي ممكن تتلصف في الشرايين تعملنا جلطات سواء في القلب او المخ ممكن الدهون وخاصة الدهون السلسية وبرضو كوليستيرول تتلصف في الخلايا الكبدية ويحصل ما عندنا ما يسمى بالدهون الكبدية لما بتزيد قوي عن تلاتين اربعين في المية ساعة لا وتتساب تعمل نوع من التهابات مزمنة في الكبد قد تؤدي الى تشمع وتلايف ده من جراء اكل الدهون والكعك بتاع العيد ما شاء الله الله الناس بتبقى يعني يقولك ده كعك مليان سمنة ده معمول بالسمنة البلدي طبعا فيه ناس هتسألني هو السمنة احسن ولا الزبنة ولا الزيوت انا هقولكو والحقيقة السمنة اقلهم ضررا لكن برضو مضر الزيوت المهدرجة سيئة التسيح السمنة وقلبها الحاجات تانية سيئة لكن برضو السمنة السمنة البلدي مش الصناعي ارحمهم لكن زي ما بقول وقلت ميرانا انا بقول لمرضايا احسن الوحشين ده هيؤدي بالنسبة المريض الكبد بالذات الى دهون كبدية ده وزيادة في الوزن والزيادة في الوزن دي بتأثر على الضغط والسكر والقلب وعلى المفاصل والمعروف الناس اللي زيدين في الوزن تبقى الاورام عندهم اكتر تلات مرات وبرضو اورام الكبد طب ليه طيب احنا مش بنتكلم على سلوك في يوم واحد لا ده سلوك السنة ده احنا كل اعيادنا مرتبطة بالاكل فمش هيبقى بس الكحك في اللي ده هو الكحك سوف يستمر واللي بيجيب البتين ثلاثة هيقعد يقولهم لغاية العيد الكبير وييجي العيد الكبير يقول داني فالقصة كلها سيمفونية متكررة على مدى اعيادنا كلها طيب نعتدل اللي هو ما عندوش مشاكل ومش سمين وما عندوش دقون في الكبد يا كله كحكاية واحدة ده بيزود صورات الحرارية خمسونية صورة حرارية واحنا كل سبع تلاف صورة حرارية بنزيد كيلو والانسان الطبيعي الراجل بيبقى محتاج لألف وكمسومية لألفين بكتير علشان ما يزيدش في الوزن احنا مش منتكلم عن الفوالية الفوالية طبعا ممكن يحتاجوا لألفين وكمسومية للي هو بيبقى بيشتغل في الفاعل او بيشيل قصة ويطلع لأدوار وينزل دي قصة تانية الانسة من ألف لألف وكمسومية عشان ما تزيدش في الوزن فانت او انت الكحك هو واحدة وتاكلها على مهلك ممكن تاكلها في خمس دقايق لكن اللي بيحط كحكة ويبلحة ويأكل كحكة تانية ده عرض الأمراض الدنيا ارغوكم المريض اللي عنده كبد متدهن او تلايف متدهن ارغوه يبعد عن الكحك نهائي والدهون كل سنة وحضراتكو طيبين